اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح حديثنا اليوم في حلقة هامة جدا ويمكن كتير من شعبنا العربي يسوع فهم هذه الآية وهذه الآية او الموضوع هي آية من انجيل يحنى الاصحى الاول وخلينا اقتبس الآية مثل ما هي لانه راح نتكلم عن الآية وفي الغد يحنى واحد آية 29 وفي الغد نظر يحنى يسوع مقبلا اليه فقال هو ذا حمل الله الذي خطية العالم وتتكرر الآية في آية 35 و36 وفي الغد ايضا كان يحنى واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر الى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله حديثنا احبائي راح تكون عن هو ذا حمل الله فما هو مفهوم هذه الكلمة ولماذا يطلق الكتاب المقدس على يسوع انه حمل حمل الله ولربما العديد من شعبنا لا يستسيغ هذه الكلمة ولكن ما معناها وما هو هدفها وتأثيرها وطبيعتها ايضا طبعا في مادة كبيرة في هذه الحلقة راح نلقي الضوء على هذا الموضوع سواء من العهد القديم والعهد الجديد ايضا فابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اهلا احبائنا مشاهدينا انتم تشاهدون برنامج ليكون نور على القناة الفضائية في قناة الحياة المسيحية وموضوع حديثنا في هذه الحلقة من يحنى واحد آية 29 هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يصرني ان استضيف لاول مرة اخ عزيز وصديق قديم حاولنا نستضيفه عدة مرات ولكن التوقيت ما زبط فشرف وامتياز كبير اقدم الدكتور فايز فؤاد هو خادم للانجيل مؤلف كتب عديدة وخادم متجول ايضا بيخدم الرب يسوع في مصر وخارج مصر في بلاد عديدة من هذا العالم اهلا وسهلا اخ فايز اخيرا زبط زبطيت وهذا شرف كبير 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 اخ فايز انه تكون معنا في هذه الحلقة شرف لي انا اول موضوع الحلقة نعم هي آية ذكرها يحنى المعمدان كان يعمد الناس في نهر الاردن ووجه انظار الناس الى يسوع بهذا القول هو ذا حمل الله فاذا ممكن يعني تعطينا بس فكرة عن سياق الحديث ومفهوم حمل الله حتى انخوض في الموضوع طيب انا لاحظت وحضرتك بتقرأ لاول مرة ان هم كان بيوجه يحنى المعمدان كلامه لتلاميذه نعم وتلاميذه ناس متدينين من الشعب القديم منتظرين المسية وبيعمدهم مع مضية التوبة لمغفرة الخطايا وقال لهم الملك جاي والملك حيملك على خطاة تائبين فهو بيتكلم ناس عندهم خلفية من العهد القديم ومنتظرين المسية اللي جاي فاول مقال فاول يوم هو ذا حمل الله الذي يرفق خطيط العالم وده كان بيوجه النظر إلى العمل اللي حيعمله هذا الشخص المعني وطاني يوم قال هو ذا حمل الله كان بيوجه الأنذار لشخصه مش لعمله التلاميذ ما سألهوش يعني ايه حمل الله يعني تقصد بيه حمل الله يعني ايه شخص بتشاور عليه وتقول هو ذا حمل الله ما سألوش يبقى هم عارفين ماذا يعنيه حمل الله إذن الفكرة الخلفية العبرية معروفة إذن ده فكر قديم وفكر كتابي إذا كان في خروج 22 ده من قبل كده كمان لكن خلينا في تكوين 22 لما الأب خد ابنه وحيقدمه على جبل المرية وبعدين صاروا الأب والابن إبراهيم وسحاء لمدة 3 أيام وفي اليوم الثالث أبصر موضع معين من بعيد فترك الغلامين وقال لهم هنصعد أنا والغلام نسجد ونرجع وبعدين ابنه سأله يا أبي قال له أنا زي ابني قال له قادي النار وقادي الحطب فين الخروف أين الخروف للمحرقة يبقى إذا كان معروف أن الأمر يحتاج خروف حمل فالأب رد إجابة روعة قال له يا ابني يا ابني الله يرى لنفسه الخروف لنفسه هو بقى معرفش هو حيلاقيه لنفسه ولما طلعه على الجبل واتحطت السحاء على المزبح أكاد إيدي الأب امتدت هتدبح هو دبح فعلا يعني لما اترفع إيدي دبح لكن رب قال له بس يا إبراهيم بس لي قال له أمال بتعمل فيها كده أنا بتخيل المنظر ده بتخيل الأب بقول طبع عملت فيها كده يا رب ده أنا بقى لي ثلاث يام ابني مدبوح في نظري قال له أصلنا يا إبراهيم بتخيل أنا كنت بمثل قدام عيني بشوف صورة لابني لما حييجي ويتقدم على الصليب طب ما تسيبني أكمل قال له ابنك ما ينفعش يا إبراهيم ابننا اللي حينفع بس دي صورة وحواليك صورة كمان كابشون ممسك في الغابة بقرنيه يفدي سحاق يفدي سحاق وإسحاق ينزل والصورة كاملة بتتكلم عن شخص يأتي يتحط على مسبح يفدي يغير فإذن فكرة قديم نعم والرسول بولوس لما أراد يحكي عن الموضوع قال آمن بالذي يحيي الموت ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة يعني قلبيا هو دبح لأنه هم يعني فعلا عاوز يدبح فالرب شاف قلب وقال له خلاص خلاص مدش إيدك لأن مش سحاق يا إبراهيم اللي حي داي بس صورة رمزية أنا بتسميها تصبيرة كأن الله الله بيشوف صورة لابنه لما حييجي في ملء الزمان بيشبع بيها والعهد القديم ألبوم صور لنا بس اللي لقاء بيتفرج على ابنه اللي حييجي في ملء الزمان ويتمم عمل في ده فإذن الفكر لو تتبعناه دي حاجة من من سفر التكوين أصحى ثلاثة لما دخلت الخطيئة والله صنع مش خلقة أخمسة من جلد لا صنع هي تفرق معاكم صنع ولا خلقة لا تفرق كتير قوي نعم لأنه لو خلق يخلق الربنا يخلق يقول نعم كلمة يجيب جلد ليكن جلد مثلا لو خلق لكنه صنع صنع من جلد كان موجودا بالفعل فمن أين هذا الجلد أولا قبل الطفان لم يكن مسموحا بأكل زباق حيوانية فما فيش دبيحة تدبحت في الجنة عشان تتاكله ولم يكن مسموحا بالافتراص قبل دخول الخطيئة فإذا ما فيش حد افترص حد عشان أمال إيه الحكاية الحكاية أن الرب نفهم أنه قدم زبيحة دموية عشان يحل بيها مشكلة آدم ومشكلة الخطيئة لأنه كان مفروض آدم يموت ما ماتش ما ماتش ليه ما ماتش لأنه فيه بدين المات منين زبيحة قدمت زبيحة دموية والرب قدمها وآدم اكتسب جلدها فعمله كفر أو ستر وكمان الزبيحة قدمت طردية لله فدي بداية الخيط بداية الخيط اللي ياخدنا نمشي وراء فكرة زبيحة تقدم وفكرة الحمل اللي يقدم يروح زهبة حمل طاهر خاضع صامت مضحي في تمام الخضوع يروح عشان يحل المشكلة طيب بهاي الحالة معناته خلينا شوراك نأخذ يعني زي جولة آه لأنه الكتاب يتكلم عن الحمل حتى قبل خطية آدم وحواء فخلينا نبتدي من الأزل يعني طبعا فهمنا محدود في هذا الموضوع ولكن أدركنا أنه كانت في فكر الله في العهد الجديد وبعدين من نروح في جولة يعني بالعهد القديم نتكلم عن الذبائح في الأزل رسالة بطس الرسول الأولى الأصحي الأول لما الرب بيكلم الشعب عن بيقول لهم أفتديتهم لأنكم أفتديتهم لا بأشياء تفنى بفضة أو تهاب من سيراتكم البطلة التي تقلدتموها من الأباء أما الافتدوا بإيه افتديتهم بدم كريم دم كريم كما من حمل بلعيب ولا دنس مين دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم يعني قبل ما يكون فيه عالم قبل حتى ما تدخل الخطية الرب لم يفاجأ بشيء الله لا يفاجأ بشيء الله كلي العلم من الأزل عارف أن الخطية هتدخل وسامح سامح هو ما كانتش فيه هو اللي رتب لدخول الخطية لكن سامح بيها لأنه هيطلع منها خير كتير قوي فكان الحل موجود موجود عنده من الأزل الحمل الكريم اللي مفهوش شعيب يعني وانت بتتكلم راح زهني مباشرة وأكيد يعني انت عارف الموضوع مكتوب في عبرانيين 9 آية 12 وليس بدم التيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا بعدين بيتكلم عن المقارنة بس في آية 14 فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يعني يتكلم عن دم المسيح بروح أزلي يعني إذا ممكن تضح لنا وفي مظمور أربعين لما يقول أنا إذا أجيء بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرر في المسيح من الأزل كان موجود وفي علاقة الأقانيم الثلاثة الله واحد نحسن حد يفتكر أن نحن بنعب الثلاثة الله واحد مسلس الأقانيم واحدة جامعة وكان فيه أحاديث بين الأقانيم الثلاثة في الأزل وكان في غرفة المشورة الإلهية في الأزل كان معروف أن الخطيئة ستطل معروف طب والحل والحل جاهز والابن عنده أستاذا قال أنا زائجيء بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي وفي ملء الزمان دخل لكي يحل مشكلة الخطيئة فالحمل اللي يفدي كان موجود من الأزل وكانت فكرة الفداء موجودة يعني مش في الزمان لما دخلت الخطيئة والرب قال لا قعد يفكر أعمليه أعمليه أتصرف إزاي دي الوقت يعني كأنه تفاجأ في الموضوع كأنه تفاجأ ما فيش مفاجأة الله لا يفاجأ والمسيح لم يفاجأ لما يعني لما يتبرهن تماما فشل الإنسان مش عند الله ما الرب عارف إن إنسان فشل لما الإنسان يتأكد إن ما فيش أمل إنه يعمل لنفسه حاجة وحتى النموس كان مؤدبنا إلى المسيح النموس يقول أنتم ما تنفعوش أهو أبسط امتحنتوا فشلتوا فيه ما تروحوا للمسيح ما تروحوا للمسيح فكأن كل حاجة بتزقنا إنه نروح نحتمي في دم الحمل من أول سفر التكوين إلى سفر الرؤية فكرة الزبيحة الكاملة الكافية التي تقدم مرة واحدة وتقبل وإلى الأبد وترضي الله وتنهي غضبه وتجعل الله بارا وهو يبرر الفاجر الله يبقى بار وهو بيبرر الفاجر لأن الزبيحة دي أشبعته تماما وأنهت غضبه وسددت مطاليبه وعوضت عن الإساءة ده فكرة يملأ الكتاب كله أكيد وطبعا هون بالحالة التانية خلينا نقول مندخل الزمن الزمن لأول ذكر مثل ما حضرتك ذكرت أنه موجود في التكوين أنه الله صنع أقمصة من جلد وإزاي كيف يعني صنع لازم يكون في ذبيحة وهو نقدم أو أعطى الوعد ما يسمى الوعد المسياني أي عن يسوع المسيح الذي سيأتي في ملء الزمان ويصحق رأس الحية تمام فقدم لنا في التكوين تلاقيت أول إعلان أن حل مشكلة الخطيئة وحل مشكلة أن الإنسان اللي أخطأ بقى متجنب عن حيات الله فكيف يمكن أن آدم مرة تانية يقترب إلى الله ويكون في علاقة وشركة معاه على الحل زبيحة دموية بس زبيحة دموية لا ما تكفيش زبيحة دموية يأتي تدرج في الإعلان في أصححة أربعة أن قيين ده رجل متدين وكان أصبغ في محاولته للإختراب إلى الله من هبيل يعني إحنا لو حنحكم ده رجل بتاع ربنا ده رجل ده رجل شوفه عايز يرضي ربنا رجل شقيان وتعبان ومن عرق جبينه وبيقدم من أصمار الأرض وصمارها عايزين من تاني أنت نسيت اللعنة نسيت أن الأرض دي ملعونة نسيت أن الأرض دي ملعونة وربنا ما بيوالش من حاجة أمل إيه اللي عايز يقترب من الله مش يقلف يعني يشوف ربنا طالب إيه ويعمل للربنا عايزه فالإعلان مش زبيحة دموية أبو وامو قالولو إيه أنا بتصور في خارج جنة يا أبا إيه اللي أنت لابسه ده ملدني إيه زي الفل الجو حلو ما فيش اختلاف فصول إلا بعد الطفاة الجو حلو إنت ليه مكتسب بجلد قال له يا ابني ما هي دولة الزبيحة والجلد ده ما نقدرش نقرب من ربنا فربنا طلب زبيحة دموية بدون سفك دم لتحصن أغرفها وبعدين رح أطع إعلان جديد لهبيل النهبيل قدمه من أبكار غنامه ومن سمانه أبكار البكر في الكتاب لا تعني الوجود الأسبقية في الزمان لكن تعني الأفضلية في المكانة الأفضلية في المكانة الشخص أو حاجة لها مكانة السماء أفضل ما عنده فإحنا عايزين زبيحة دموية بس لها مكانة سمية بس لا ومن سمانها يعني سمينة الزبيحة اللي فيها عيب تبقى ضعيفة هزيلة لكن لو الزبيحة سمينة يبقى مفهاش عيب فإحنا عايزين زبيحة دموية لها مكانة سمية مفهاش عيب ماشي طيب لما نوصل لتكوين بعد الطفان ورغم أن نوح بنا مسبح وأدم زبائح شكلها إيه زبائح دموية بس كمان طهرة وأدم من طيور السماء فيضاف إعلان جديد الزبيحة يجب أن تكون دموية فيها دم يجب أن تكون لها مكانة سمية أو فضلة يجب أن تكون بلا عيب يجب أن تكون طهرة يجب أن تكون سموية بس كده لأ تكوين 22 يكمل الصورة مع أبراهيم مع أبراهيم ما ينفعش حيوان فإذا فيه تسلسل يعني ابتدى من يعني الأزل وبعدين في الزمن ابتدأت في تكوين 3 مع آدم وبعدين هبيل ومنشوف في نوح تمام أو وبعدين منشوف إبراهيم في تكوين 22 تمام وبعدين بعد فترة منقرأ عن موسى عن موسى في تكوين 3 طبعا يعني لما نتكلم عن إبراهيم طبعا إحنا نتكلم على الآباء يعني إبراهيم إسحاق ويعقوب كمان كانوا يقدموا زبائح يقدموا الزبائح الدموية صحيحة ما فيها شيء يعني بس في ذهنهم في ذهنهم في ذهنهم أن مش الزبيحة الدموية مش هتكفي ده لازم يكون إنسان لازم يكون ابن لازم يكون وحيد لأبيه لازم يكون موضوع مصرّة أبيه لازم يكون موضوع الدحكة والفرحة في بيت أبيه ومش بس كده أبيه يقدمه أوكي يوضح هاي الفكرة يعني خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاقه وصعده ليه محرقة على أحد الجبال التي أنا أريك طب ما تاخده أنت وتموته ما أنت أنا أقدم ابني أقدم ابني ليه طب ما أيوب لما ربنا سمح إن أولاده يموته قال للرب أعطى والرب أخذ فأنت هتأخد ابني أنا ما أقدرش هتباح ابني أنت أخده أنت واتباحه أنت موته وأنا برضو حقول الرب أعطى والرب أخذ لا يا إبراهيم أنا عايزك أنت تتباحه لي إه ما أقدرش صعبة أيها صعبة لأن أبي أبي يقدم ابنه صعبة ودي صورة الأب تاني وابن تاني الأب الذي أعطى ابنه لم يشفق الله على ابنه وهو اللي أقدم هو اليهود اللي خدوه هما اليهود اللي دبحوا المسيح آه بأيدي أسمة لكن الله لم يشفق على ابنه سلامه أنا ليش عم بكرر السؤال لأنه إحنا في مجتمع شرقي وطبعا موضوع الذبائح يعني مش بس في الكتاب حتى في العداد الشرقية في المصالحة وفي العهد وإلى آخره في دايما ذبيحة ولكن المصدر هو مصدر إلهي وكتابي يعني موجودة بالتسلسل ومتل ما ذكرت يعني فيه إعلان بالتدرج عن هذا الموضوع ولكن كانت تقدم بالإيمان أكيد يعني لما كان يحط إيده على رأس الذبيحة عم بقدم بالإيمان على أساس فيه ذبيح تاني رح يكون مكانه وبديل عنه تمام هو الله في التوقيت ده طلب دي فأنا بقدم الزبيحة زي ما ربنا قال لي بس ربنا شايف حد تاني شايف شخص تاني زي ما تعودنا نقول حضرتك بتقدم في البنك حتة ورقة كده حتة ورقة بكتوب عليها دي الورقة دي بمئة دولار اللي ورد دي مئة دولار انت دي واحد أه بس البنك شايفها لها قيمة لها رصيد دهب في البنك فأحنا كانوا بقدموا زبيحة دموية حيوانية بس الأب بعينه على ابن الله اللي كان معروف صابقا قبل تأسيس العالم فبيقبل الزبيحة الدموية دي على حساب الزبيحة اللي حتأتي في ملء الزم الله بروفايدهم سلف الرب يرى 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 في اللغة العبرية ولكن صار في فترة زمنية إلى أيام موسى برضو رجع الرب بيطلب من موسى بيتكلم عن خروف خروف الفصح تمام اتفضل خروف الفصح يعني اللي يقرأ الكتاب يعني يندهش خروف فصح يتاخد في اليوم العشر ويتحط مش تحت الفحص تحت الحفظ لليوم الاربعطاشر وبعدين في اليوم الاربعطاشر يزبحوا كل جمهور اسرائيل في العشية ويرش الدم على القائمتين والعتبة وانت ما تعرفش اللي بره بيحصل ايه مش هتقدر تقدم تقدر قيمة الدم الله هيقدر قيمة الدم بس انت وانت جوه البيوت المرشوشة بالدم تتغزع على الحمل اللحمة المشوية وتكلها على عشاب مر ايه الصورة دي الصورة دي حمل يتخذ في اليوم العشر لغاية اليوم الاربعطاشر حمل صحيح طبعا كامل بلا عيب بلا عيب مفوش عيب يتخذ في اليوم العشر لليوم الاربعطاشر دولة ثلاثة يام وجزء من اليوم الرابع دي صورة للمسيح اللي دخل في ملء الزمان وصار إنسانا واظهرها للخدمة وخدم لمدة ثلاث سنين وجزء من السنة الرابعة وإيه رأيكم في اللي شفتوه في المسيح إيه رأيكم في الجمال والكمال المطلق إيه رأيكم في الحلاوة تعرفوا تقيموه لا طب ما تسيب الأبي قيم ويشهد عنه وهذا هو هذا هو ابن الحبيب الذي بيوصل مرة في بداية خدمته ومرة في نهاية خدمته ومرة في المعمودية ومرة فوش عيب خالص طب واللي فحصوا شوف مين فحص مثلا لما جم يصلبوه حد يمسك عليه غلطة حد يمسك عليه غلطة طب يسأل بيلاطس طب يسأل هيرودس أنتيباس طب يسأل امرأة بيلاطس طب يسأل قائد المئة طب يسأل اللي رحوا يمسكوه مرة وقالوا لم يتكلم واللص التائب لا اسأل الشيطان نفسه أنا مش عايز شهادة الشيطان لا تلزميش بس عايز اسمح قال قال إني عارفك من أنت قدوس الله ما عرفتش تمشي يا عليخ ولا تعلم عليه لا ما عرفش ربعيات أجور ابن متقية مسا لما يتكلم عن المسيح طريق نصر في السماوات دي صورة لتجسد النصر هو المسيح مش يجي على الأرض معقولة نصر يمشي على الأرض دي عجوبة اللي بيمشي على الأرض الكتاكيت والفراخ النصر يمشي على الأرض وبعدين طريق حية على صخرة سمحة للحية القديمة أن تجربوا في البرية إحنا لما الشيطان يجربنا يعلم علينا كلنا لأننا منطراب إنما الصخرة لما الحية تمشي على الصخرة لما تعلمش طريق حية على الصخرة ما علمتش عليه يقف المسيح يتحدى من حقه يتحدى ويقول من منكم يبكتني على خطية حد يفتح بقه حمل صحيح ما فيهش عيد قولوا لي مين في الكون كله في البشر ينطبخ عليه هذا الكلام مين لا هو طبعا الكامل الكمال رب يسوع المسيح فإذا موضوع الذبيحة هو موضوع الخلاص يعني فالموضوع هو مبادرة إلهية يعني الله هو اللي بادر في الموضوع هذا من لاحظه لحتى يعني حتى في موسى يعني لما لما خرج الشعب طبعا من أرض العبودية وبعدين طلب منه الرب طلب منه الرب أنه يصنع خيمة عشان يسكن فيها وعلى طول ابتدى يتكلم عن موضوع الذبيح في سفر اللويين منشوف فيه كده منشوف فيه كده اسم لدبايح عديدة المحرقة السلامة الخطية الإثم يعني دبايح كتيرة دبايح الأعياد العهد منشوف أنه كترة هذه الدبايح كلها كان لها إشارات ورموز ليسوع المسيح تمام يعني يعني مثلا في بداية سفر اللويين يكلمنا عن أربع الزبايح المحرقة زبيحة السلامة زبيحة الخطية زبيحة الأسف وبعدين في أصحاح 2 يتكلم عن تقدمة الدي تقدمة الدي باختصار بتتكلم عن إنسانية المسيح الإنسان يسوع المسيح لو الإنسان يسوع المسيح بس جه ومش على الأرض هنا 30 سنة 300 سنة 3000 سنة يقول يصنع خيضا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس أي وقت يحب يرجع يرجع للسماء تتفتح له وترحب بي أهل بس يدخل وحده يخرج وحده بس هو عايز يحللنا مشكلتنا ويخدنا معاه اللي يؤمنوا بي يعني فيبقى لازم يموت فموته مشبه بزبيح أيضا في المحرقة ده نصيب الله من زبيحة المسيح المسيح كمان مات اللي كان يشبع قلب الله ويرضيه هذه الزبيحة هي الزبيحة الوحيدة اللي ما كان الكهنة يأكلوا لحمة كان يغسلوها يقطعوها يغسلوها يحطوا كل الزبيحة على وكلها للرق فيشتم الله رائحة الصرور ويرضي على مقدمها يحط يده اللي هيقدامها يده على رأس المحرقة تنتقل كمالات المحرقة الله يعتبر كده إلى مقدمها وهي تروح تتشوي وبعدين زبيحة خطية المسيح كمان مات لكي ينهي مشكلة الخطية الأصلية الأسام المسيح كمان مات لكي ينهي مشكلة الخطايا الفعلية زبيحة السلامة المسيح كمان مات لكي يثبتنا في علاقة شركة مع الأب ومع ابنه وعلاقة شركة بعضنا مع بعض أساس هموت المسيح لأن دي زبيحة كان مقدمها وكل العائلة الكهنوتية تاكل منها فجوانب متعددة لزبيحة المسيح بس الفكر اللي يملأ قال زهن الرب حمل زبيحة كمالة كل الرموز دي صورة متعددة لأنه مش معقولة رمز زيافي بالحديث عن الحقيقة فالحقيقة محتاجة أوجه كتير كانت زلال كمان لغاية ما جي المسيح تمت فيه كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يتخذ في اليوم العاشد بحسب خروج 12 لليوم اللي 14 وبعدين يصبح بين العشاقين والدم يرش ايه الجمال ده ايه الروحة دي فإذا منشوف في تسلسل وتدرج في الإعلانات الإلهية من ناحية الدبائح شفنا أنه أنه الله أعد يعني الفداء ورتبوا بترتيبوا الإلهية عقل الصعب يستوعب ولكن محبة الله كله اللي فعلت هذا من قبل ما يخلق آدم وحواء فإذا خطية آدم لم تكن مفاجعة بعدين شفنا أنه آدم يعني في ذبيحة في آدم في هبيل في نوح في إبراهيم في الآباء طبعا بيتكلم وبعدين نشوف بعد فترة زمنية موسى خروف الفصح والذبائح اللي الله يعني أمر شعب إسرائيل بحسب المناسبات والأعياد وواء الآخرة دبائح كلها متعددة كل هذه الدبائح بترمز ليسوع المسيح السؤال في مجتمع إحنا عايشين اليوم طبعا بقولك الكتاب المقدس فيه دم فالسؤال ليه الله اختار طريق الدم في فداء الإنسان لأن بدون سفك تم لتحصل مغفرة ليه برضو لأن الدم فيه نفس الإنسان حياة الإنسان فواحد هيقدم حياته هيقدم حياته إزاي إلا لما يصفك دمه دي الفكرة اللي الله كانت تملأ فكره وهل إحنا بنخيص بمفاهمنا البشرية هل إحنا نرسم طريق لله يمشي عليه ولا إحنا ملزمين أن إحنا نتحكم بالطريقة اللي قدمها ربنا أنا محوم التفاصيل اللي ذكرتها يعني لازم يكون بكر ولازم يتكون كاملة بلعب ولازم يتكون طاهر يعني ذكرت أشياء كتير بس من من ضمن يعني التفاصيل خليني أطبع على شخص الرب هتولي زبيح هتولي زبيح اللي كنت عاوز أقوله أنه حتى في العهد القديم يعني حتى التفاصيل في موضوع الزبيحة تفاصيل كتير حتى عم بيتكلم عن الزبيحة لأن حياة النفس هي في الدم ومشان هيك مش لازم يعني تقتل الزبيحة لازم تدبح وهنا أجد فكرة الكشير أو الكوشر نحن نقول عنها الكلمة العبرية بشكل سريع لي أجد منها الكلمة العربية الحلال يعني لازم تدبح الزبيحة لازم تدبح والدم يسيح يعني ممنوع توكل دم الذبيح فحتى التفاصيل الدقيقة والصغيرة الكتاب عم بيتكلم عنها تمام يعني لو حبيت أطبع أنا عايز زبيحة هتولي زبيحة بس هتولي عايزها ما فهاش عيب مين اللي ما فهوش عيب إلا المسيح اللي ثلاث مرات لم لم يعرف لم يفعل لم تكن فيه وكمان لها مكانة سماية بكر لها مكانة سماية مين يتقال عنه صاحب الأفضلية في الكتاب بكر بكر كل خليقة وبعدين هتهالي طهرة طهرة وهتهالي سماوية مرموز إليها بالطير سماوي وهتهالي ابن وحيد لأبي موضوع محبة أبي موضوع الفرحة في بيته أمثال تمانية موضوع الفرحة في بيته وهتهولي يتخذ فيديوم العاشر وهتهولي فين الكلام ده هو الكلام ده رص طوب ولا كلام لازم يعني قولي الألباب يقروا يستعقلوا راح نكمل في هذا الموضوع في العهد الجديد بس محب بعطي فرصة لكل مشاهد يمكن الموضوع أثار تساؤل معين في ذهنك ليه المسيحيين بيتكلموا عن الذبائح أو الذبيحة أن المسيح ذبح لأجلنا مثلا أو المسيح فصحنا هذا التعبير اللي بنستخدمها دائما تسمعها بشكل مستمر على على التيفي على التلفزيون أو في صفحات السوشيل ميديا هي كلها مرجعها على فكرة من الكتاب المقدس فبكل سرور الرقم الهاتف موجود أمامك فيك تتواصل عن طريق السوشيل ميديا أو تشاهدنا حتى مباشرة وعلى طول من حب دائما نسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور حديثنا عن هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وضيف حلقتنا أخ عزيز ومبارك دكتور فايز فؤاد أهلا وسهلا أخ فايز طبعا يعني مش عارف كيف بدأ أعبر لك موضوع كبير طبعا موضوع ضخم موضوع الكتاب المقدس كله وبحس أنه نحن نعطي بسموه في الإنجليز بوليتس رصاصاتي كسريعة فإحنا نتكلم عن ذبيحة المسيح من الأزل فتديتهم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم كما من حامل بلا عيب ولا دمانس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر دخلنا الزمن الزمن آدم وحواء أخطأ وعصوا الرب والرب أخذ المبادرة أنه يدبر فكرة الذبيحة وبعدين ابتدأت تنتقل من شخص إلى شخص شفناها في هبيل وكيف أنه الله قبل يعني هبيل وذبيحته شفناها في نوح قدم ذبائح طاهرة شفناها في إبراهيم والأباء وطبعا خروف الفصح والذبائح اللي تكلم عنها في شريعة يعني وصلنا الشريعة نموس موسى ولكن لما يحنى كان يعمد قال هو ذا حامل الله الذي يرفع خطية العالم وبعد شوي منشوف وكأنه بيحكي لتلاميذ أنا يعني هو ذا حامل الله اللي أنا حكيت لكم عنه هذا الشخص اللي أنا شاركه هو بنفسه هو حمل الله تفضل الله يعني كأن يحنى بيجيب على سؤال إسحق لأبوه أين الخروف للمحرقة؟ والسؤال تردت صداه على مدى ألاف السنين أين الخروف؟ أين الخروف؟ معقولة الخروف اللي يقدم عن المزبح محرقة أو زبيحة خطية معقولة هو ده لأ دي صور دي رموز فين الحقيقة؟ أنا بحب أقول أن ابن حضرتك مسافر برة فلما ابن حضرتك غايب أنت بتجيب ألبوم الصور بتاعه وبتتفرج عليه بس ابن حضرتك جه وصل هتجيب ألبوم الصور وابنك موجود أركن الألبوم دلوقتي الحقيقة وصلت اتنتع بابنك فكأن يحنى المعمدين بيقول إيه؟ خلاص اركنوا الألبوم الحقيقة وصلت فين الحقيقة دي؟ أهو فقال مرتين المرة الأولى وهم فاهمين قال هو إذا حمل الله إيه؟ عمله حيرفق خطية العالم اليوم التاني قال عبارة يعني جزء من العبارة قال هو إذا حمل الله ده بتكلم عن شخصه فالعبارة الأولى بتكلم عن عمله حيرفق خطية العالم مسوف يرفق خطية العالم أو مسرفع خطية العالم لا هو الآن بيرفق خطية العالم زي رب يسوى المسيح يخلصنا من كل تجربة أو شر فدي عملية دائمة بيخلص بيرفع خطيط العالم ومن حيث شخصه حمل الله يعني حمل الله الله يرى لنفسه اللي ربنا بعثه اللي يكفي مطاليب الله اللي بعثه ربنا اللي بعثه من غير عيد اللي اختاره ربنا اللي يشبع قلبه اللي يجد فيه كل مصرات هو وصل وصل وهو شاور الراجل المحترم وقال روح وراه فالتلميذ ابتدت تروح وراه وهو فرع بجد ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص وقال عبارة يعني عبارة روعة قال يأتي بعدي في الزمان رجل صار قدامي لأنه كان قبلي فهو أزليته كان قبلي لكن في الزمان جاء بعدي ويجب أن تكون له المكانة اللي أفضل مني وقال عبارة يعني برضو الناس بتفتكرها أنا بتتكلم عن اتضاع يوحنة لكن لها معنى قال أنا مقدرش أنحاني لأحل سيور حزاؤه مقدرش أخلعه نعله دي إشارة إلى شريعة في العهد القديم اسمها شريعة الفكاك أو الفداء لو القريب الأول الولي الأول مش هيقوم بواجب الولي تجاه أرمالة الميت القريب لازم القريب فهي تخلعه نعله وكذا قال لا ده جاه محدش يقدر يخلعه نعله ده جاه اللي حيفدي أهو جاه اللي محدش يقدر يوطي ويخلعه نعله الفادي جاه طيب رح ناخد مكالمة معنا الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال أنت معنا على الهوى السلام ونعمة يا حضرة الأستيس نزار برحب بحضرتك وبالدكتور فايز وشكرا جزيلا من القلب على كل كلمة وكل تعليم وكل تفسير قدمتهمنا بخصوص موضوع الزبيحة والإثباتات والبراهين إن كل زبائح العهد القديم كانت رمزا واضحا للرب يسوع المسيح الذي قدم نفسه زبيحة ده رائع جدا وأنا بتفق معكم كمشاهدة مسيحية مليون في المية لكن معلش سامحوني أنا كنت بتكلم مع صديقتي المسلمة اللي بحبها جدا وتقريبا قلت لها نفس الكلام ده فكان ردها عبارة عن تساؤلات أرجو إن حضراتكم تجاوبوا عليها فأنا هتكلم بلسانها وهتقمش شخصيتها أولا لو كانت الزبيحة هي همة جدا لموضوع الخلاص وأنا مقتنعة بأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فديناه بزبح عظيم لكن أنا كمان في ديني لا أقبل أن يسوع كما تقولون هو الله الظاهر في الجسد أنه يموت زبيحة يعني يموت هل الله يموت يا عالم وكمان لو أنا قدمت هقدم زبيحة حيوانية مثل الخرفان في عيد الأطحى وبكده أكون تممت ما أوصاني بي ديني فهل أنا كده في خطر حسب كلامكم وهل الله أساسا بيصر بالدماء هل هو إله سادي ثانيا وآخر حاجة لو الموضوع هام وخطير جدا كما تزعمون أنا هتطفق مع حضراتكم بس الله سبحانه وتعالى المسلمين زي المسيحيين بالنسباله لأنه لا يميز بين عباده طب ليه قال لكم أنتم في كتابكم المقدس هذا الموضوع ولم يذكره في كتابي الذي أعتبره أيضا من عند الله بل أنه يتهمني بأني كفرة ومشركة بالله لو أنا اعترفت بالزبيحة بالفكر اللي حضراتكم قلته عليه أهاز عدل من عند الله ومن فضلكم فسروا لي والرب يبارك ربنا يباركك أخت نهال سؤال كتير كتير حلو يعني فهمت السؤال نعم الله بيطالب بزبيحة والزبيحة لا يكفي أن تكون حيوانا لأن الحيوان لا يمكن أنه يبدي إنسان والزبح العظيم الكلمة عظيم لا يمكن تنطبق على زبيحة حيوانية لأن الكلمة العظمة دي صفة من صفات الله وحد من أسماء الله وحد من أسماء الله فالله بيطالب بزبيحة وهو في نعمته حيقدم الزبيحة وشروط الزبيحة متوفرة في المسيح وهو مش بيطالب الإنسان يقدمها هو اللي حيقدمها وكل اللي مطلوب مني أنه أؤمن بكفاية هذه الزبيحة إيه الصعوبة في الأمر مطلوب إيه عشان أقول يا رب أنت مدت من أجلي إيه الصعوبة بالعكس أنا أشعر بالجميل والعرفان والشكر أنه فيه شخص أخذ مكاني وعقابي وماك بديل عني وكفر عن خطيائي إيه الصعوبة إيه المطلوب من الإنسان عشان يؤمن بالمسيح مخلصا وفاديا أدفع فلوس أسيب أهلي أسيب ديني أعمليه مش مطلوب أي حاجة مطلوب أؤمن بكفاية شخص المسيح وأنا بصراحة بصراحة أتحدى أتحدى أن أي شخص يقعد في محضر الله يكون فير ويعني بيدور على الرب مش بيجادل أو بيناقش أو ليش أجاندة يقعد في محضر رباني ويقوله هو الكلام ده يدقو العقل الكلام ده يتطفق أنت يا عالي يا كبير تقبل اللي بيقوله الله أن الله يجي يتجسد ويموت أنت ده صحيح وكل واحد يسأل ربنا الفكرة كبيرة الطريق رأسه مربنا بس الفكرة فوق هم من إمتى أمور الله يمكن إدراكها بعقل محدود أنا أقبلها بالإيمان وبعد ما أقبلها بالإيمان أكتشف أنها عين العقل الزبيحة شروطها كذا كذا منطقية على فكرة أنا مش غير منطقية منطقية جدا تمام ولكن كوني لا أفهمها هذا لا يناقد يعني أنا محدود ولكن هذا لا يناقد الله لأنه فوق العقل بالإيمان نفهم الإيمان أننا نصدق ربنا لكن لما أؤمن بكلام الله واجيله هكتشف أن هذا عين العقل منطقي جدا كيف يفعل بحدود بخطيئة غير محدودة نحن عايزين شخص له طبيعة غير محدودة وقيمة غير محدودة عشان يقوم بعمل يرضى الله وتكون له نتائق غير محدودة تكفي العالم كله إيه البديل عن اللي بتقدمه المسيحية قلونا البديل هو ما فيش بديل بصراحة لأنه الله ما عندهش دين عنده طريق واحد وهذا ما دائما نتكلم عنه من خلال هذه الحلقة مع كل احترامي ومع كل محبتي يعني حتى حتى التلميذ يعني بطرس لم يفهم قصد يسوع من الصليب حاول يمنع المسيح من الصلب المسيح ما قال له أنت مش فاهم علي يا بطرس هو أصله لا 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 اذهب عني يا شيطان حتى في وستان جاتسيماني بطرس لم يدرك تلميذي عمواس كنا نرجو أنه مزمع أن يفدي إسرائيل فابتدى الرب يسوع مع أنه يعني أمامهم قام بالجسد ولكن ابتدى يشرح من الكتاب المقدس من التناخ من التوراة من الأنبياء من المزامير ده التقسيم في العهد القديم فكل الكتاب مثل ما ذكرنا سواء قبل الأزل وفي الزمن وعبر كل الزمن من خلال الأنبياء العديدون كله بركز على موضوع الذبيحة وحتى في العهد الجديد لما الملاك كلم مريم ويوسف كمان يدعى اسمه يسوع يشوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وحتى النبوات عند ميلاد المسيح من سمعان الشيخ من زكريا من وهكذا بتشوف أنه كله بتتسل المسيح رموز نبوات نبوات كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع من الإنسان الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بالتمر الكثير يعني مرة تلو الأخرى وكيف يستطيع دم تيوس وعجول أنه يرفع أصار خطية ما ينفعش فإذن إحنا يعني دخلنا من الأزل إلى الزمن في العهد القديم سواء من آدم لعصر الآباء لموسى والدبايح وانتقلنا للعهد الجديد لكن الكتاب يقول عن يسوع المسيح المسيح فصحنا إذن فلنعيد إذا ممكن بس توضح لنسمعنا في العهد القديم في العهد جديد يتكلم أن يسوع هو فعليا هو خروف الفصح كان الفصح خروف الفصح يتدبح في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول بين العشاءين وفي نفس الوقت يبتدي عيد تاني اسمه عيد الفطير كانوا ينزعوا أو يعزلوا الخمير من البيوت الخمير يتكلم عن أي نوع من أنواع الشر يأكلوا فطير والفطير يتكلم عن حياة القداسة فنتيجة موت المسيح ليس أقل من حياة القداسة التي تتطفق مع حياة الذين مات المسيح من أجلهم فهنا يطبق رسول بوليس الكلام على الفصح وعيد الفطير فبيقول أن فصحنا المسيح الفصح الحقيقي مات من أجلنا عشان يفدينا اللي افتدوا بدم الحمل ليس أقل من حياة الفطير أو حياة ده في الرمز يعني أو ليس أقل من حياة القداسة الكاملة في كل سيرة كيف يتطفق لناس الدفع فيهم دم غالي أنهم يعيشوا زي باقي الناس ده عيد الفطير كان أسبوع كامل ما فيه الشر وفيه حاجات حلوة خير كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير لأن اللي مات المسيح من أجله وقامن بكده بيسكن فيه الروح الخادس ويبقى ليه طبيعة إلهية يقدر ما يعملش الشر ويعمل كل حاجة حلوة المسيح بيدينا طبيعة فالتعبير اللي في رسالة كورونسوس المسيح مات من أجلكم يبقى عيشوا حياة مقدسة سامية طهرة برجع كمان مرة أنا عشان بحاول أكرر على أساس يعني أنه ترسخ المعلومة فإذا موضوع الذبيحة كانت في فكر الله قبل ما يخلق من الأزل من الأزل تمام وبعدين دخلنا الزمن نقرأ أنه الله بيأخذ المبادرة نفسه تمام بموضوع الذبيحة مع آدم تمام وبعدين نشوف أنه الإشي يعني يتورث وتعلموه أنه هبيل ونوح وبعدين نشوف إبراهيم فكرة الذبيحة كان بيقدم ذبيحة بعدين وصلنا للشريعة العهد مع موسى والشريعة أنه ابتدأ بخروف الفصح وبعدين الرب تكلم عن ذبائح متعددة أربع ذبائح منهم اللي هي الدبائح الدموية مثل ما ذكرنا المحرقة ذبيحة الخطية والإثم والسلامة وبعدين فيه ذبيحة الدقيق كلها بتتناغم بتتناسق مع بعض وهذا هو كل العهد القديم كان يتطلع إلى الذبيح الأعظم والفادي يسوع المسيح في العهد جديد ابتدينا من الملاك لمريم ليحنى المعمدان لسمعان الشيخ لحنة لزكريا إلى آخر إلى يحنى المعمدان يعني كله عم بيتكلم عن الغرض والهدف اللي جاء من أجله المسيح شفنا عملية الصلب صلب المسيح فبالرسائل عم بيشرح الهدف والغرض من الذبيحة البدلية الكفارية طبعا بكل أنواعها بركز على يسوع المسيح لكن الكتاب ما بينتهون لا ما بينتهيش بس عايزة أضيف حتة صغيرة رسالة العبرانيين بتقول لنا كل الرموز بتاعة العهد القديم تمت في المسيح فكل اللي بتقولته بتقوله ده الحقيقة دي الزلال الحقيقة الجسد يعني احنا كنا شايفين الضل الضل ده ليه ففيه جسد حقيقة المسيحية خلص تعرف أخ فايز يعني فكرة الخروف يعني فلان خروف يعني الضعف أول إلى آخرين بحبوا الأسماء عندنا العرب بحب الأسماء بسموا أسد فهد نمر بسموا أسماء اللي فيها العظمة والقوة ما حدا عند العرب بسمى مثلا خروف ولكن كتاب المقدس الحمل أو الخروف في الكتاب إحنا بنفسر بخلفياتنا الثقافية ولغة اللي بتاع فالخروف واحد كده يعني ملوش قيمة إنما باللغة الكتاب إحنا اللي حكمنا كلمة الله ما دلائل هذه الصفة الحمل أو الخروف نمر واحد الوداع نمر اتنين الطهارة نمر تلات الخضوع نمر أربعة الطاعة ومش بس كده مش طاعة خرافة تسمع صوتي وأنا أعرف وفتتبعني مش خنوع يعني كشات انتصاق إلى الزبح وكان عجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فيه وبيقولوا الخروف لما يجي الدبح بيقدم بيقدم رقابته وتبقى عيونه دمعة لكن صامت إنما الخروف زي ما قال أحد الأفاضل قال الخروف خضوع وطعطه مش خنوع وضعف لا ده قوة ليه يعني الأطباء يعرفوا أن الفتس الدهن ده مصدر الطاقة فيه الإنسان والحيوان وأكتر قيمة لأفخر أنواع الدهون الدهون اللي في اللية الخروف الكيلو جرام الكالوريز بير كيلو جرام بودي ويت في الدهن بتاع الخروف نسبة عالية جدا جدا يعني إيه المعنى المعنى أن طاعة المسيح وخضوعه ما كانش خنوع وضعف لا ده قوة جبارة دوافع قوية من داخله خليته يروح في المحاكمة قال لبلاطوس لم يكن لك علي سلطان البت إن لم تكن قد أعطيتها من فوق ليه سلطان أنا ضعها ليه سلطان أن أخدها ولكن الشيء المزهل السماء اللي هي النصر النهائي اللي بنتكلم عنها في السماء برضو بيصف 24 مرة ذا كلمة 28 مرة 28 مرة كلمة الخروف لأنه ده قوص قزح بالنسبة لنا لما كانت تتشر الضباب والسحاب يخاف نوح يا وقع مش فيتا هو حيضع بعض طفان تاني لأ فالرب ينشر له يهي قوص قزح عشان يتطم إحنا في السماء هو ربنا صحيح جابنا هنا مش حيندى منه جابنا هنا لأ ليه مش قوص قزح بقى رأيته خروفا قائما كأنه وندد مش سكار يعني هنا الكلمة مش سكار يعني أنا بقى الجرح فما كان الجرح بقى فيه نطبة أو سكار لأ مش سكار وندد يعني أنه كأنه زبي حتوى فالجرح حيبضل في إيديه وفي جنبه ليه كده عشان أبص أقول ليه آه ده جابني هنا على حساب دمه ده الدفع دم غالي عشان أجي هنا خلينا أخد مكالمة من الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال أنت معانا على الهواء أخ نزار سلام نعمة المسيح معاكم أضيفك الكريم الدكتور فايش الله يبقى اللي وضحتموا الرب يبارك طبعا كل العهد القديم يشير إلى الذبيحة اللي هو الرب يسوع المسيح والوحي الإلهي في الكتاب المقدس يقول بدون سفق دم لا تحصل مغفرة إحنا منتهيين من هذا يعني مؤمنين بهذا دم المسيح هو اللي يكفر عن الخطايا لكن الأخوة المسلمين معا كل محبتنا وإقترامنا يقولون دائما في عيد الأضحى فديناهم بذبح عظيم ويكون الذبيح الحيوان طبعا يجب أن يكون بدون عيب طيب أنا سؤالي هل الذبيح هل الخروف أو بقرة أو أي ذبيح يستطيع أن يكفر عن خطيئة الإنسان هو منه الأعظم هو الحيوان أعظم من الإنسان وهل يستطيع الإنسان الذي هو غارق بالخطيئة مثل ما ذكر الدكتور فائز يقدر أن يكفر عن الإنسان الذي هو أيضا خاطئ وغرقان يعني هل غرقان واحد يغرق يقدر أن ينقذ غريق آخر لا طبعا فهو الرب يسوع المسيح الوحيد هو ما عمله على الصليب هو يكفر عن الخطايا العالم كله دمه الكريم اللي سفكوا على الصليب وإحنا نصلي من أجل أنه الرب يفتح قلوبهم وينمس قلوبهم يفتح ذلك أنه يعرفون ما معنى وفديناهم بذبح عظيم ويأتون إلى المسيح ويؤمنون بعملهم الكفار على الصليب شكرا ربنا يباركك شكرا يعني هي سألت بس جاوبت في نفس الوقت وطبعا أنت جاوبت إحنا معانا يمكن دقتين مش متأكد بس إذا ممكن نلم الموضوع يعني من الأزل للسماء موضوع الذبيحة الخطايا دخلت الله لم يفاجأ بشيء وكان مجهز العمل اللي على أساسه مش ترفع أثار الخطايا لكن كمان الرب بهذا العمل اللي حيعمله ابنه الله يتمجد الموضوع الله يتمجد ماذا يعني الله يتمجد يعني مشكلة الإنسان تتحل لكن الله يتمجد يعني تظهر صفات الله متلقلئة متناصقة ما فيه صفة تضغي على صفة يعني يظهر لنا يتبرهننا أن الله رحيم وغفور وطيب وحنين بس كمان قدوس وعادل وطاهر والصفات دي تتلقلئ إزاي يقول مع السلامة غفور تلك طب صفاتك العدلة طب برك طب عدلك طب قدستك عايزين عمل بي يصير الله بارا وهو يبر الفجر فجيه شخص هو المسيح المتجسد قال أنا هحل المشكلة تحلت المشكلة ودلوقتي كل صفات الله متلقلئة متناصقة وقال هذا الكلام على الصليب قد تم خلاص ما فيش يعني خلاص تاني ما فيش عمل تاني ما فيش صليب تاني وضح الكاتب للعبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني زي ما قال أدور في السفير اليهودي اللي عارف الرب يسوء المسيح قال الكلام في ابنه معناها الكلام اللي ما فيش بعضه كلام يعني الموضوع لما الله يكلمنا في ابنه يبقى ما فيش كلام تاني لأن لو الرب عايز يبعث رسالة دينونة أو غضب ما لك ينفع النبي ينفع لما لما الله يبعث ابنه يبقى الموضوع أنه جاي برسالة يونيك فريدة خلاص ابنه جاي يعمل إيه جاي يعمل إيه ابنه لما الله يبعث ابنه جاي إيه المعنى يمجد الله ويصنع خلاصا للإنسان صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا دي واحدة من أمجاده نعم في رسالة العرنين واحدة من أمجاده الذي وهو بهاء مجد الله ورسمي جوهير و لكن صنع بنفسه تطهيرا من الخطيان لحبط يعني أنا أعتذر أخفايز موضوع طويل كبير كده وحاولنا نغطيه بحلقة واحدة ولكن نشكر رب من أجلك ومن أجل خدمتك وإن شاء الله بتزورنا مرة تانية في الستوديو معنا في برنامج ليك النور شكرا شكرا جزيلا أحبائي سمعتوا الرسالة يعني غرض الله وعمله كان من خلال الذبيحة واستحالي يعني الدم تيوس وعجول استحالي مستحيل أنه تكفر خطايا إنسان فابن الإنسان جاء الإنسان الكامل حتى يكون الولي حتى يكون الفادي مش بس يكفر عن كل خطايا البشرية ولكن يرد الله ويوفي المطالب والعدالة الإلهية وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في اللي جمعها يحنى المعمدان بجملة واحدة هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كأنه وضع كل خطايا العالم ماضي حاضر مستقبل في خطية في جسد يسوع المسيح اللي أخذ كل شيء في جسده بديل عنك عقابك وحتى يعطيك بره ويعطيك بركته أيضا بصلي من كل قلب أنك تيجي لحمل الله المخلص الوحيد ربنا يسوع المسيح له كل المجد آمين آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة